موسيقى بعد هزيمته في الطبقة والموصل تحركات أمنية لداعش في دير الزور موسيقى داعش يقتل لاجئين من الموصل قرب الحدود العراقية السورية موسيقى والأمم المتحدة تحذر أغلب النساء يتعرضن للتحرش خلال رحلاتهن اليومية موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السورية إذ رحبت واشنطن بحذر بالاتفاق الذي وقع في ختام محادثات إستانة بين الدول الثلاث الرعية روسيا وتركيا وإيران لإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا وذكرت الخارجية أنها ما تزال قلقة من اتفاق إستانة بشأن سوريا بما في ذلك مشاركة إيران تحت مسمى الدولة الضامنة قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مخيم الركبان للاجئين السوريين قرب الحدود مع الأردن وقال مراسلنا إن الانفجار وقع داخل سوق وسط المخيم بالقرب من تجمع لأفراد تابعين للجيش الحر مضيفا أن الجرح يتم نقلهم إلى الأراضي الأردنية لتلقي العلاج هزيمة جديدة مني بها تنظيم داعش هذه المرة في مدينة الطبق شمالي سوريا على إثرها يعيش أفراد التنظيم حالة من التخبط والقلق في صفوف مقاتليهم وقادتهم خاصة في مدينة دير الزور المجاورة التي ما زال يحتلها تفاصيل أوفى مشاهدين عن تحركات التنظيم في دير الزور في تقرير الزميل عطاء الدباغ سمت على وجوه المدنيين من جديد في مدينة الطبق شمال سوريا بعدما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تحريرها من احتلال تنظيم داعش الذي كان قد احتلها سنة 2014 وعلى وقع تلك الهزيمة التي تكبدها التنظيم في مدينة الطبق واقتراب معركة تحرير مدينة الرقة بدأت علامات الانهيار تظهر على تحركات التنظيم الأخيرة في محافظة دير الزور المجاورة حيث أفراد التنظيم وقادته فروا مع أسرهم متجهين نحو الميادين ودير الزور والبوكمال وجميعها مناطق تخضع لاحتلال التنظيم وفق ما ذكر لأخبار الآن مدير مرصد العدالة من أجل الحياة جلال الحمد بدأ التنظيم بعدة إجراءات منها انسحاب عدد كبير من قياداته من محافظة الرقة باتجاه محافظة دير الزور ويخشى من استهداف أكبر لقياداته وعناصره وآلياته في هذه المحافظة والحقيقة هذا ما يحصل الآن طبعا إضافة إلى اللزوح الكبير أو الهروب من محافظة الموصل إلى محافظة دير الزور كما قلت الآن يحاول التنظيم إعادة ترتيب صفوفه وأيضا يحاول فتح طرق جديدة عوضا عن الطرق التي خسرها في كدمر في الرقة في العراق أيضا محاولا إثقاط مدينة دير الزور أو الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام كما أن الهزائم المتتالية التي مني بها التنظيم في الموصل والرقة خلقت حالة من التخبط بين أفراد التنظيم في مدينة دير الزور وبرز ذلك من خلال الاعتقالات التعصفية وانتشار الحواجز ونقله باستمرار لمقاره الأمنية بكل تأكيد القبضة الأمنية تزداد من قبل تنظيم داعش الاعتقالات تتوسع وهي اعتقالات عشوائية كنا سابقا نعرس على سبيل المثال ما هي أسباب الاعتقالات الآن لا نعرس أسباب الاعتقالات هناك حالة من الخوف وحالة من التخبط هناك انتشار للحواجز نقل مستمر للمقار الخاصة بتنظيم داعش من مكان إلى آخر خوفا من الاستهداف أيضا التنظيم بات يخشى من غروب عناصره من دير الزور إلى مناطق أخرى أي بات يخشى من الانشقاقات المدنيون في دير الزور لا حول لهم ولا قوة فهم أمام خيارين لا ثالثة لهم إما البقاء تحت سطوة هذا التنظيم أو الموت جراء الألغام التي زرعها داعش لمن حاول الهروب نحو مدينة الحسكة نستطيع أن نقول أن المدنيين الآن مئات الآلاف من المدنيين محاصرين في دير الزور لا يستطيعون الخروج أولا لأن التنظيم يمنع الخروج وأن استطاعوا الخروج من دون علم التنظيم فإنهم إما يصادفون الألغام في البادية أو أنهم يصادفون الإجراءات التي تتخذها قوى الأمر الواقع في محاططات أخرى سحب التنظيم خلال الأشهر الستة الماضية الكثير من موارده وأفراده ومقاتليه من خطوط القتال من أجل تعزيز جبهته الغنية بالنفط في دير الزور ملاذ جديد يره التنظيم مثاليا يوفر له مزايا وتحصينات جغرافية وموقعا استراتيجيا لخطوط إمداده حيث تحيط بها الجبال ويمر عبرها نهر الفرات نحن في أخبار الآن مشاهدين رصدنا من خلال تقارير سابقة تفاصيل ما يجري داخل مدينة الرقة والتحركات المريبة التي يقوم بها أفراد التنظيم المدعورين هناك واليوم يرصد لنا الزميل زكريا نعسان ما يجري في المدينة من خلال ما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي نتابع يضيق الخناق على داعش أكثر فأكثر داخل مدينة الرقة معقل التنظيم الرئيس في سوريا ومع اقتراب تحريرها بدأت الاضطرابات تظهر جلية على تحركات أفراد التنظيم الذين هرب عشرات من قادتهم تجديدات أمنية ومداهمات لصالات الإنترنت ومقاومة مدنية تظهر مدى الحصار الذي يعيشه التنظيم في أيامه الأخيرة نحن في أخبار الآن رصدنا ما يجري داخل الرقة من خلال مصادرنا في المدينة واليوم نرصد أبرز الأحداث هناك من خلال ما يتنقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المدينة الإعلامية إذن ماذا يجري في الرقة في هذه الأثناء؟ يقول مكتب الرقة الإعلامي تنظيم داعش ينشر حواجز بشكل مكثف داخل مدينة الرقة فيما نقلت صفحة جرف نيوز تأكيدات بأن تنظيم داعش يشن حملة تفتيش على صالات الإنترنت في حي رميل شمال المدينة أما عز الدين ناصر وهو متابع لما يجري في الرقة على الإنترنت فيقول دوريات الجهاز الأمنية التابعة لداعش في مدينة الرقة يدقق في البطاقات الشخصية لأي شاب يصادفونه في الطريق والكتيبة النسائية تتأكد من النساء ويضيف كل هذا التدقيق يعود بعد شائعات في المدينة عن فرار العشرات من عناصر داعش الرافضين الالتحاق بجبهات القتال تلك التحركات جاءت نتيجة لخوف داعش من انتفاضة مدنية تربكه أكثر وهذا ما أكدته شبكة شام الإخبارية التي نشرت تقريرا عن الكتابات المناوئة شكل من أشكال مقاومة تنظيم داعش في محافظة الرقة ما يجري في الرقة دفع المئات من أفراد التنظيم وقادته للهروب أو الانشقاق وهو ما أكده مازن الذي يقول انشقاقات بين المقاتلين الأجانب والمحليين في الرقة الصحف الحلبي ينقل خبر مفاده فرار أكثر من ثمانين من عوائل قيادي تنظيم داعش مع اقتراب محاصرة الرقة ومع ازدياد خسائر التنظيم مؤخرا فيما نشرت صفحة الرقة تذبح بصمت تقريرا من الرقة تتحدث فيه عن انتشار السرقات في الرقة كان ذلك ما يجري في المناطق التي يحتلها داعش في الرقة أما المناطق المحررة حديثا فكان الحديث عنها أكبر والتي يغفزلها حمدان صالح بالقول فرحة الأهالي بالمناطق التي تتخلص من داعش لا توصف وكأنه جبال انزحت عنهم وعن مناطقهم نتمنى تتحرر باقي القرى بريف الرقة عن قريب بات الخروج من مناطق احتلال تنظيم داعش هما يؤرق المدنيين المحاصرين هناك ومع ذلك فهم عازمون على دفع كل ما يملكون للخروج ومع وصول دفعة جديدة من المدنيين إلى الريف المحرر من محافظة الرقة يتكرر مشهد الابتزاز من قبل المهربين الذين وبحسب الخارجين من مناطق داعش متعاونون مع افراد التنظيم ويقتسمون المال لقاء كل اسرة تطلب الخروج انه الخط الفاصل بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعشة في ريف الرقة الشمالي عشرات الاسر الهاربة من الرقة تصل يوميا إلى هذه المناطق سيرا على الاقدام او في سيارات وجرارات زراعية بعد رحلة محفوفة بالخطر متفاوتة بالمدة الزمنية ولكي تعرف لماذا تتفاوت المدة الزمنية فلا بد لك من سماع قصة ابي محمود انه طبعا نفس العصابة هذول نفس العصابة واحد حل الصورة واحد بشع الصورة مشان شو مشان ندفع زيادة مصاري ويستغلوها العالم فاحنا يوم جاءنا هذا اول واحد انه ما فيش والامور تمام التمام وما فيه اي مشاكل بس اطلعوا ورجع تاني واحد نصحنا قال لا لا تطلعوا فيه الطرقات ما هي مليحة الطرقات فيها ملغمة الطرقات هيك الطرقات هيك انا باخدتهم على طريق اامل فانتعلي بس بدك تتفعوا زيادة مصاري ويا اخي احنا بتعرف انت احنا معلقين بقشة اذا هي قضية الاتجار بتهريب المدنيين من مناطق داعشة الى خارجها فالواصلون الى هنا يتفقون على انه ثمت علاقة بين المهربين وافراد او ربما امراء في التنظيم عدنا الى ابي محمود فكان منهمكا ببناء الخيمة التي تسلمها لدى وصوله يدق اسافينها بالارض فبالرغم من عناء سفره البارحة الا انه سعيد بوصوله وابتعاد الخطر عن اسرته والله شوفنا في لغم وتفجر لغم بالشباب اللي معنا واسعفناهم والتين ماتوا وحرمت قطعة رجلة ووحدة شالولة طحال وهو انه علينا الطريق عالم يقولون انه بتمشي مئة متر سبعة كيلو متر للمشاهن وبالليل ابتزاز المدنيين من قبل مهربين متعاونين مع تنظيم داعش يوضح حقيقة اقتراب الفصل الاخير للتنظيم بالرقة وما حولها لكن المدنيين هم الحلقة الاضعف يدفعون ما يملكون فقط للعيش بعيدا عن الخوف والهلع الذين كانا مرافقين دائمين قبل خروجهم اما وقد خرج من تمكن من دفع تكليفة الهروب فما مصير من لا مال عنده يدفعه للمهربين لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير احييكم من جديد في الشأن العراقي حررت القوات الامنية العراقية حيم شيرفة الثالثة وجزء الشمالي من حيم شيرفة الثانية في جانب الايمة من مدينة الموصل واعلنت قيادة عمليات قادمون يانينوى ان قطعات الفرق المدرعة التاسعة حررت مشروع تصفية المياه في الحي قتل اكثر من عشرين شخصا اغلبهم من النساء والاطفال اثره جوم شنه داعش على مخيم رجم صليبي قرب الحدود السورية العراقية وكان مئات المدنيين والابرياء فروا من مناطق داعش في الرقة ودير الزور وكذلك مدينة الموصل العراقية الانهم لم يسلموا من جرائم التنظيم تفاصيل اوفا في سياق التقرير التالي لم يسلم اهالي مدينة الموصل العراقية من بطش تنظيم داعش حتى بعد نزوح الاهالي ولجوئهم الى مناطق حدودية قرب الحدود السورية العراقية يجتمع الكثير من الاهالي الفرينة من بطش داعش لكن حتى في هذه المناطق لم يسلم العراقيون من جرائم داعش قرائبنا جاءوا من الحاجز هزموا يدورون الأمان جاءوا عليهم بساعة ثلاثة بالليل وصار الضرب وذبهم وكثرهم جار الضار أبرياء كل شيء ما عندهم خذوا سياراتهم ونهزموا وقصوا يجينا دفناهم 25 واحد الله يقبل هذا الشور ويسألوا الحالة مسلام هذا مو اسلام هذا لا الرسول يقبله لا الله يقبله قبل أيام قليلة شن التنظيم هجوما على مخيم للاجئين العراقيين مخيم رجم صليبي حيث تم إقامته على عجل لاستقبال الأبرياء الفرينة من الموصل وكان أكثر من 200 مدنيا عراقي نجحوا في الوصول إلى هذه المنطقة إلا أن داعش شن هجوما عليها مخلفا عشرات الجرحة وعدد من القتل معظمهم نساء وأطفال الجماعة اللي صار عليهم الحادث أكثر من 10 أيام صارهم المعبر وما يقبل عبرونهم جاي وأكو أطفال مريضة وهذه الأطفال 6 شهر وشهرين ماتوا هنا بهذه الحادثة شهرين شنو ذنبوا شنو ذنبوا يعني شنو ذنبوا من ما شاب شي بحياته لا هو ولا أم يعني ناس مجرمين ناس كفرة ناس لا يخافون الله ولا عدم الإنسانية ولا يعدون مسلمين أصلا هجوم داعش الأخير على مخيم اللاجئين قبل برد من قبل وحدات حماية الشعب الكردية القريبة من المنطقة حيث صدت هجوم عناصر داعش وأجبرتهم على الفرار بعد استهدافهم المدنيين في المخيم جوا المسلحين علينا جمع المخيم بعدين جمعوا عن نقطة مالت الجيش اللي بصفنا وجمعات ثانية لكن لا بل أصدوهم وذول أخذوا سيارتين من المخيم والاشتلاء اشتلاء ثلاث سيارات مخيم رجم صليبي هو مخيم المؤقت يبعد عن بلدة الهول حوالي ستين كيلومتر يعد مركزا لتجمع أغلب نازحين من الرقة ودير الزور وكذلك اللاجئين العراقين حيث تقوم وحدات حماية الشعب الكردية بحمايتهم قبل نقلهم إلى مخيمات منطقة الجزيرة بعد التأكد من بياناتهم لكن الهجوم الأخير لداعش دفع وحدات حماية الشعب الكردية إلى تفريغ المخيم من النازحين واللاجئين وذلك خشية استهدافه مجددا من قبل التنظيم في شن اليمني استكملت قوات الشرعية اليمنية سيطرتها على ما تبقى من سلسلة جبال العمري وحوازن شرقي مديرية دباب غربي محافظة تعز وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات قوات التحالف العربي كثفت ضرباتها على معسكر خالد بن الوليد شرقي مديرية موزع ما أسفر عن قتل 12 مسلحا حوثيا الإنترنت واستخدام الفضاء الإلكتروني أصبح اليوم من أهم وأخطر الأسلحة التي تستخدمها بعض الجماعات والتنظيمات الإرهابية خصوصا تنظيم داعش الإرهابي الذي يسعى إلى وضع خطة استراتيجية معقدة لأجل الاستفادة من شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعية بعيدا عن أعين الاستخبارات وسيطرة الحكومات تمكن الإرهابيون والقائمون على التنظيمات الإرهابية من التواصل بسرية تامة ومن المؤكد أن التواصل بين هؤلاء الأشخاص لن يتم عبر حسابات تويتر وفيسبوك التي يمكن ببساطة اختراقها وتحديد مواقعهم أينما كانوا وإنما لجأوا إلى الجانب المظلم من الإنترنت وما يطلق عليه الداركويب حيث يمكنهم العمل بعيدا عن الأنظار وبالرغم من المحاولات الدائمة من قبل أمن المعلومات في البلدان المختلفة لتحديد أماكن الخدمات وإغلاق المواقع والقائمين عليها واعتقالهم فإن الجانب الأخطر للداركويب مرتبطا بالتنظيمات الإرهابية التي تستخدمه للتواصل ونقل تفاصيل العمليات وأحداثياتها وحسب الكثير من التصريحات والأبحاث هناك قسم خاص في تنظيم داعش مسؤول عن التواصل واستخدام الداركويب بصورة احترافية تحمي تنظيم داعش من الملاحقة والاختراق وتأمين تبادل المعلومات والتمويل وهذا ما تحاول الاستخبارات الأمريكية التصدي له خصوصا أن هناك العديد من الملفات النصية التي تشرح كيفية التبرع لتنظيم داعش وتتحدث الملفات عن أهمية التبرع والقتال ويشرح آلية تحويل النقود عبر الداركويب وبحسب الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي يوروبول فإن تنظيم داعش بصدد تطوير وسائل للتواصل الاجتماعي خاصة به تجنبا للحملات الأمنية على اتصالات عناصره وعلى الدعاية التي يقومون بها حيث شنت يوروبول حملة على مواد لتنظيم داعش والقاعدة بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وبولندا والبرتغال جرى رصد أكثر من ألفي تدوين للمتطرفين منشورة على 52 منصة للتواصل الاجتماعي إذ إن لجوء تنظيم داعش لإنشاء خدمة خاصة به جاءت نتيجة تضافر جهود أجهزة المخابرات والشرطة وقطاع التكنولوجيا للضغط على التنظيم المتشدد مما دفعه للبحث على سبر للتحايل على ذلك نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير الأجهزة الإلكترونية تدفع المراهدين إلى الكذب والسلوك السيء حيكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار الرياضية والبداية من صحيفة البيان الإماراتية التي نطالع منها محاكمة نمار بتهمة الاحتيال جاء في تفاصيل الخبر أفاد بيان قضائي أن القاضي المكلف بالتحقيق في انتقال المهاجم البرازيلي نمار إلى نادي برشلون الإسباني لكرة القدم أمر بمثوله أمام المحكمة عادا أن الصفقة ترافقت مع عمليات غش واحتيال واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية كوستا يوقع عقد مبدئي للانضمام إلى تيانجين الصيني كشفت تقارير إخبارية أن مهاجم تشيلسي الإنجليزي دياغو كوستا وقع على عقد مبدئي للانضمام إلى نادي تيانجين كوانجيان الصيني اعتبارا من الموسم الكوري المقبل ومن المقرر أن يوقع كوستا على عقد انتقاله إلى نادي الصيني خلال الشهر الحالي وينتظر أن يتقاض راتبا سنويا صافيا قدره 30 مليون يورو إلى صحيفة الحياة المشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم رسميا الزمالك خارج سباق المنافسة على لقب الدوري المصري تأكد خروج فريق الزمالك من سباق المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري لكرة القدم إثرى تعادله من دون أهداف مع الإسماعيلي في المرحلة السابع والعشرين من المسابقة إذ بات بحوزته 48 نقطة ومشاهدين إلى صحيفة القبس الكويتية والعواضي يشيد بنجاح أول بطولة لسكواش السيدات أشهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد السكواش في الكويت عبد العزيز العواضي بنجاح تنظيم أول بطولة للسيدات التي اختتمت على ملاعب الاتحاد بمشاركة 60 فتاة يمثل المراحل السنية تحت 11 و14 و26 عام وختام هذه جولة صحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة الرياض السعودية هلال كامل الأوصاف هلال كامل الأوصاف تتويج ورقم قياسي وهزيمة غريم حقق نادي الهلال السعودي فوزا على غريمه النصر بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة تتويجه بلقب دور عبداللطيف جميل للمحترفين الذي حسم صدرته قبل انتهاء الدور بجولتين في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا قالت الأمم المتحدة استنادا إلى دراسات إن أغلبية كبيرة من النساء في جميع أنحاء العالم قد تعرضنا للتحرش الجنسي في الأماكن العامة وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه بات يشكل وباء عالميا ما يزال غير معترف به تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي وباء عالمي وأزمة تطفو إلى السطح من جديد مع استمرار وتكرار حدوثها كل يوم الأمم المتحدة مجددا تتحدث عن آفة التحرش بالنساء في العالم التي تحدث يوميا خلال تنقلهن في وسائل النقل العامة وقد أظهرت الدراسات أن 50% من النساء تعرضنا إلى ما يسمى بالعنف المجتمعي أي الذي يحدث في الأماكن العامة والمؤسف بالأمر أن معظم الحالات لا تبلغ النساء عن ذلك ولا توجد تدخلات كافية لمنع العنف الجنسي والتصدي له وينتهك العنف ضد النساء والفتيات حريتهن في التنقل وقدرتهن على المشاركة في التعليم والعمل والحياة العامة وتقول الأمم المتحدة إن شكل التحرش الجنسي الذي تحاول التصدي له يجري بالمجتمعات على أنه أمر عادي بحيث لا تعتبره النساء أنفسهن في كثير من الأحيان مهما بما فيه الكفاية للإبلاغ عنه ولا يدرك الرجال في كثير من الحالات أن هذا في الواقع شكل من أشكال العنف وأن له أثرا على النساء والفتيات وتعتبر المكسيك ومكسيكو سيتي بالتحديد من أكثر المدن التي تتعرض فيها النساء لهذا النوع من التحرش وقد وجدت دراسة استقصائية وطنية أجريت مؤخرا في المدينة أن ما يقارب 90% من النساء يشعرن بعدم الأمان في الحافلات ومتر الأنفاق وفي أعقاب هذه الأرقام المثيرة للجزع أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة حملة جديدة في مكسيكو سيتي تهدف إلى مكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل العام والهدف الأساسي من الحملة هو زيادة الوعي بأثر أشكال العنف هذه على النساء والفتيات وتوليد التعاطف على أمل أن تتمكن الأمم المتحدة من إحداث تغيير في موقف الرجال وسلوكهم كما تهدف الحملة إلى إقامة علاقات أكثر مساواة وخالية من العنف بين الرجل والمرأة عالمنا العربي ليس بعيدا عن هذا الواقع وإن كانت التقارير الواردة بهذا الشن قليلة لأن النساء أنفسهم لا يبلغن عن كثير الحوادث التي تحدث معهم وهنا يجب أن تعي المرأة أن السكوت مرة فيجعل الأمر يحدث معها ومع غيرها ألف مرة أخرى حذرت دراسة حديثة من أن قضاء وقت طويل على الأجهزة الإلكترونية قد يدفع المراهقين إلى الكذب وسوء السلوك واكتشفت الدراسة أن المراهقين يواجهون مشاكل في السلوك والتركيز بعد الاستغراق في نشاطات مثل ألعاب الكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعي إلى التفاصيل دراسة جديدة أجرها باحثون في الولايات المتحدة تحذر من قضاء وقت طويل على الأجهزة الإلكترونية وأرجع ذلك إلى أنه يدفع المراهقين إلى الكذب والعراكي وسوء السلوك الدراسة هذه اكتشفت أن اليافعين في السن ما بين 11 إلى 15 يواجهون مشاكل في السلوك والتركيز بعد الاستغراق في نشاطات مثل ألعاب الكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك الهواتف الذكية وقال الباحثون أن الذين لديهم أصلا مشاكل في السلوك والتركيز يصبحون أقل سيطرة على أنفسهم مضيفين أن التكنولوجيا الحديثة تشجع اليافعين على التنقل بين المهام في العالم الافتراضي ولهذا السبب يجدون صعوبة في التركيز في العالم الواقعي كما لاحظ العلماء أن الآثار السلبية للهواتف الذكية التي يستخدمها المراهقون لكتابة ما متوسطه 41 رسالة يومياً يمكن أن تقودهم إلى الكذب والعراك وقالت عضو فريق الباحثين بروفيسور كاندي ثوجرس أن الأدمقة تتلقى جرعة من الدوبامين هرمون المكافأة والمتعة حين يتم استلام رسالة نصية أو معلومات جديدة على الهاتف وأضاف توجرس أن العلاقة اليومية بين استخدام التكنولوجيا المتطورة والسلوك المعادي للمجتمع يمكن أن تعكس بلطجة ألكترونية أو خبرات سلبية على الانترنت تؤثر في السلوك كما طالب الباحثون من 51 مراهقاً أن يملأ استبيانات على الهواتف الذكية عن استخدامهم اليومي للتكنولوجيا الرقمية وقاموا باستقلاع آرائهم مرات في اليوم لمدة شهر ثم قاموا بتقييم أعراض الصحة العقلية بعد 18 شهراً ويجري العلماء الآن متابعة لأكثر من 2000 مراهق بهدف فهم السبب في أن الأجهزة الرقمية قد تشكل خطراً على الصحة العقلية تنين كومودو أحد أكبر السحالي في العالم هاجم سائحاً في إندونيسيا كان يحاول تصوير المخلوق العملاق وتعرف حيوانات تنين كومودو بطبيعتها العدوانية فيما تعد هاجماتها القاتلة ضد البشر نادرة هذا الحيوان برمائي يحتوي فمه على 64 نوعاً من البكتيريا وهي تسمي مفريسته شارعت روسيا ببناء أكبر تيليسكوب برمائي في أكثر البحيرات عمقاً بمنطقة سيبيريا يقول العلماء القائمون على المشروع إن التليسكوب والاختبارات التي تجري في بحيرة بايكال ستساعد على فهم أعمق لطبيعة الكون وتاريخه وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين بعد هزيمته في الطبقة والموصل تحركات أمنية لداعش في دير الزور داعش يقتل لاجئين من الموصل قرب الحدود العراقية السورية والأمم المتحدة تحذر أغلب النساء يتعرضن للتحرش خلال رحلاتهن اليومية بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائماً لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً متابعة بكنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في موجاس الأنبع ونوانا اشتركوا في القناة